هنتابع طبعاً المباراة وهنحاول نقف كده شوية مع مكاسب المنتخب إن شاء الله مش هنركز قوي على السلبيات لأنها مش مرحلة الكلام على السلبيات أو طبيعي جداً ومنطقي جداً بصرف النظر عن اسم حسام حسن أو أي اسم تاني كان بيتولى المسؤولية إنه مقدرش يعمل كل اللي إحنا بنحلم بيه أو نتمنىه في المدة القليلة دي لكن في النهاية أنا بتقالي إنه المنتخب من خلال البطولة دي استفاد بشكل كبير جداً وتلعب بمكاسب كتير جداً هو المنتخب استفاد مية في المية الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما تكونش مكسب لعيبة الأهلي اللي وجودهم كتير في التشكيل الحقيقة وإحنا اللعيبة دي مسافرة الفجر النهاردة وكمان بالنسبة لنا إصابة إمام عشور بصراحة مدايقاني كمشجع أهلاوي إصابة هتفرق مع الأهلي لفترة لكن خلينا نقول دايماً إحنا بنراهن على أي حد بيلبس تيشيرت نادي الأهلي بصرف النظر عن اسم وطبعاً نتمنى السلامة لإمام ويرجع إن شاء الله أفضل من الأول كان حقيقة وصل لفورمة كويسة جداً وكان مقدم مطشات كويسة مع الأهلي ومع منتخب مصر واحد من اللعيبة اللي أعتقد كابتن حسان كمانا يفتقدهم جداً في الفترة اللي جاية لكن ما عندوش ارتباطات اللي يمكن في شهر 6 مطش بركينة إحنا اللي عندنا ارتباطات لكن طبعاً الأهلي الأهلي عنده ارتباطات كتير لكن خلينا نقول برضو من مكاسب البطوطة دي بالنسبة للأهلوية محمد ماجدي أفشو عمل جيم عالمي قدام يوزي لانه والنهاردة وجود أكرم توفيق في الملعب هو غاب بقاله فترة كبيرة جداً يعني أكرم بقاله فترة حتى ما بنعتمدش عليه في الأهلي بشكل أساسي دقايق تقريباً اللعيبها لكن وجود واعتماد كابتن حسان عليه دي فعلاً هتديله معنا إحنا كأهلي يعني هتديله قوة وهتديله وجود أكرم بيلخص جزئية مهمة جداً في تركيبة حسام حسام من اللعيبة اللي طول عمرها بالضبط كده بيرهن على اللعيبة اللي عندها الروح وهو شخصياً هو إبراهيم في فترة وفترات كانوا يعني للمنتخب وللنادي الأهلي كانوا مصدر يعني إلهام وروح وغيرة ودوافع كتير جداً فنتمنى أن الروح دي تتنقل إن شاء الله لمنتخبنا وهي الروح اللي احنا يمكن يعني أنا شفت مثلاً في البطولة الأفريقية الأخيرة اللي كان غايب شوية عن المنتخب هو الروح لو الروح كانت موجودة كان منتخبنا ممكن يروح لأبعد من كده يمكن وجود مدرب وطني ولما كمان يكون كابتن حسام حسن اللي هو أساساً مميز بكل الأماكن اللي مسكها وكل الأندية اللي مسكها كان مميز إنه هو أكتر من الناس بتتكلم عن تاكتكس وخطط وحاجات من دي بيتكلموا أكتر على جزئية الروح وإن هو واخد الحتة دي من كابتن الجهري واخد الحتة دي من الأندية اللي لقى فيها وتقريباً ما لعبش في النادي مش جماهيري كل الأندية اللي لعب فيها جماهيرية لكن إحنا شايفين ده بصراحة يعني يمكن آخر حد شفنا المنتخب فيه بالشكل ده وبالأداء ده كان كارلوس كيروش وقف على الخط برضو بينقل حماس للعيبة من بعد كارلوس كيروش فيتوريا ما كانش بصراحة الجزئية بتاعت الحماس دي ما كانش بالقوة بتاعت كابتن حسن بصراحة المطشن اللي فاتوه هو يمكن تركيبة اللعبة المصري فيها شفرة ما بيعرفاش قوي أو ما بيقدرش مدربين أوليالين أجانب ممكن يقروها ويفكوها يعني جوزي مثلاً واحد مدربين اللي ما كانش اسم كبير قبل ما ييجي النادي الأهلي ما كانش مدرب عالمي في أسماء كتير يمكن جاتش تعملت في الأهلي أكبر من منويل جوزي قبل ما تيجي لكن ما قدرتش تفهم أو تفك شفرة اللعيب المصري لكن منويل جوزي ريني فيلر وغيرهم كتير يعني مش هقول أسماء لكن قدروا يتعاملوا أو يطلعوا أفضل ما فينا الميزة بتاعت المدرب المصري دايماً إنه شفرة موجودة عنده وبالذات لما يكون لعب كبير أو نجم كبير أو صاحب تاريخ وتجربة كبيرة جداً زي حسام حسن فنتمنى إنه خلاصة التجربة دي تبان على المنتخب واعتقد إنه لسه بذري على التقييم يعني بتهالي مشوار حسام السنة دي ما عندوش ارتباطات كتيرة جداً غير تصفيات كاس العالم التقييم الحقيقي ممكن نقول التجربة أو بداية التقييم ممكن يبقى مع أمم إفريقيا في المغرب إن شاء الله